موقع دويتشفيل الألماني المعروف اختصاراً بـ DW نشر تقرير لمعهد روبرت كوخ أن 85% من الألمان بيعانوا من ألام الظهر خلال حياتهم وأن التقرير لم يفرق بين الرجال والنساء في الإصابة فالجميع معرض للألام وحسب العديد من مؤسسات التأمين الصحي في أوروبا التعرض لألام الظهر يتسبب في العجزة عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به وأورد الموقع بعض الأعراض اللي سماها أعراض خفية لأن المواطن العادي ما بيدركش بيها أنه مصاب بمشاكل الانزلاق الغضروفي زي عدم القدرة على التحكم في البول أو البراز وزي الألم في الذراعين أو القدمين تأثر القدرة الجنسية وأخيرا الشعور ببرودة في بعض مناطق الجسم تعالوا نشوف حاجة مهمة جدا الناس بتعملها الناس بتستهون الناس بتطور مش في مصر بس العالم كله بل في الغرب التهورات في الاستعراض والحركة خطيرة جدا والحادثة بتحصل في ثانية الحادثة في منتهى الخطورة الحادثة بتأثر على الجسم كله يا جماعة مش سهل أبدا أن أنت يعني تتخيل إنسان ماشي مثلا الحاجة زي كده الإصابات دي في منتهى الخطورة سواء في العنق بص بص الجسم بص الجسم بشري ضعيف على فكرة أوي بص لما تخبط بص الويب لاش دي يعني الحركة بتاعت الرقبة المفاجئة دي بتدمر غضريف لأيوة اللي هي المفاجئة دي شوف بص بص فجأة حصل نزل لها غضروفة مجرد ما أنت اتخبطت كده حد دخل في العربية من وراء خبطها لك دي روحت أنت تنزل عندك نزل لها غضروفة تريدها الخطة بسيطة يا عم أيها بس الجسم البشري مش قوي مجرد ما أنت شلت وانت بتشيل وانت بيحصل ستاب كتير هاوي بتشيل حضراتك كرسي من مكان بتنقلي مكان تاني كده كرسي استعفيت يا حضراتك وانت شايل للكرسي وانت بتتحرك كده سمعت طاقة الطاقة دي مش رجل الكرسي دي داخل حضرتك حضرتك عايز سام الفورمة ضربت في حتة عايز تعجب ناس معينة الساحل عايز تروح وتبين بروحت مع الكابتن والكابتن عمال يقولك عايش يا وحش وانت صدقت ان انت وحش وشيل يا وحش واجمد على نفسك يا وحش وتشيل التقيلة الحديد ايش كام هنا كيلو ايش كام هنا وتسمع طاقة بدي طاقة خطرة خطرة جدا انزلها قدروه في حد ويا ما ناس عزا الله مشاكل عنيفة جدا اذا خلينا بس نرجع لجملة الانسان ضعيف الانسان ضعيف فعلا يعني الأستاذ محمود عبد العزير الله يرحمه العبقر الجميل اللي قالها في فيلم إبراهيم لابد ايش كان ضعيف لا ده بقى خدوها ده بجد الانسان ضعيف والغضروف اسهل حاجة تحصل وبص الغلطة الغلطة يعقوبها الندم والغلطة لحظة والندم سنيني عام أنا أعمل أقول كلام بالسينما هو ما تنسوش أن الندم مجربة سنين بس فيه تقدمات مزهلة في التعامل مع مشاكل الغضاريف أصبحت تجعل عمليات الخاصة بالتداخلات في كثير من الحالات أشبه بإعجاز علمي رائع جدا المنمال انفيزر تيكليك التداخلات المحدودة النهاردة هننظر إلى هذا العالم الساحر بتكنولوجيته الرائعة بالتقدم المزهل اللي فيه من سكوب شديد الدقة وشديد التفاصيل مع واحد من النجوم هذا المجال اللي بيبهرني دايما بحواره الممتع الذي يجمع بين العلم الكسيف والبساطة في التوصيف اللي بتوصل لكل العقول الخيمة العلمية الكبيرة والإسم الكبير أستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج القلم التداخلي والعمود والفقر للأستاذ بكل طب جامعة الشمس أستاذنا أهلا بيك يا دكتور الشمس أهلا وسهلا منورنا الله يخليه قبل مبدأ بالغضروف اللي هو عنوان الحلقة النهاردة ونجم الشباك كالعادة يعني لأنه الغلطة لحظة وندم سنين صح؟ أه طبعا والعيان لما يعني يجي له مشكلة زي الغضروف دي هو لازم يدور على حل يعني وساعات بنقول الألم نعمة مش نقمة لأنه هو لما اتواجع ده ألارم جرز وروح دور على حل وشوف اللي هو اتواجعت ليه فيه ناس تطنش تقولك لا لا مش هيحصل حاجة أنا كده هبقى كويس وخايف شوية برد اه شوية برد عضلة وهكذا دور وروح شوف السبب إيه وما تسكتش على حاجة وبالذات الحاجة اللي هتطول معاك شوية يعني مش يوم يومين قعد فترة لأ أدور إيه السبب فده حقيقة الغضروف ناس كتير على فكرة ما تفهموش إيه هو الغضروف؟ الغضروف هي مادة جيلاتينية آآ ليها كابسول أو غلاف خارجي وليها قلب طري جدا واصفته إنه يمتص الصدمات بس آآ ويخلينا مارنين في الحركة ونتحرك يمين واشمال لما نمشي على الأرض معصلناش مش هيكل في العمود الفقري ولا العصاب مع السن بينشف آآ يبتدي يخرج من مكانه يبتدي يدوس على العصب ده اللي أصفر قدامنا ده هو ده العصب اللي نزل على رجلينا أو ظاهرنا يعني ده اللي نزل على رجلينا الغضروف يحدايس عليه يسبب ألم فالناس يبقى تفسيراتهم يقول أنا جايلي إنسة أنا جايلي ديسك أنا جايلي غضروف هو كلها نفس المرض هو نفس المشكلة فالغضروف الطبيعي نحن كلنا عندنا غضريف بس سليمة لما تحصل فيها مشكلة أو تحصل لها بروز في القناة العصبية والضايق القناة العصبية يبقى هو ده أو ده المشكلة بقى ده المرض بقى اللازم يتعالج ماذا يحدث في الغضروف يعني الغضروف نسمع انزلاق نسمع انفجار نسمع حاجات ألفاظ مرتبطة لو يعني السبب الأساسي على حركات الخطئة إن حد يرفع حمل بدل ما كان يوطي بطريقة معينة ويرفع الحمل ده لا وطى بتاقي غلط يعني حدريك لما تروح تشوف كمال اللي هم بيشولوا أسقال في الأولمبيات ولا في الدورات الرياضية ليهم طريقة لازم ينزل على ركبه تاني ركبه ويطلع ظهره مفروض ولابس حزامه عريض عشان يصبرت أو يسنت ظهره لكن تيجي مثلا في جيم بيشيله الأسخالة قامني ظهرة كايبوز عامل بيشيل برضو شكارة ولا بيشيل حاجة شغلته كده حد قاعد في الأنتريه لقاعد من الزحلق على الأنتريه وفرق رجله وقاعد فرجه على التلفزيون الموبايل مسكته ونازل رسوم دلدلة كده حركات غلط قاعد تكافيهات قاعد تكافيهات دي خطرة جدا لو قاعد تاني نفسه وكده لو مش قاعد قاعدة مزبوطة يعني يبتدي يعني فسيت البيت اللي بتشيل الأنبوبة ده إزازة المية قرورة المية اللي بتترفع فوق دي عقدة قيلة دي 18 لتر يعني 18 كيلو فدلوقت يبتدوا يعملوا ايه قرورات ديسبنسر مية تحطها من تحت عشان ما تبقاش ترفع يعني هترفع 18 كيلو كل يومين 3 دقائق دقائق عوزة واحد رياضي تلاقي بقا يعني 6 بيت عادية خالص وقت قاعد اللي أنا برفعها كل يوم طب مش عوزة تتعبي ما بترفعها غلط وملهاش إيد كمان إزازة حاجات بقا ورا بعضها كده حاجات قيلة جدا أنا عمر محب أشرف من الحاجات دي لا ودوقتي فيه أجهزة أنا نفس الديسبنسر اعطها من تحت عشان هم عارفين إن ده بيسبب ألم الغضروف بتجيبوا إزازة ماء صغيرة وخلاص لا ممكن طبعا طبعا أسهل العراط الغضروف العنقي وعراط الغضروف القطني نبدأ بالعنقي العين بيجي يشتيكي من ألم في الرقبة ينزل على الكتاف من ورا وينزل على إيده يعني شايف الصورة دي الحتة الخضرة اللي في الصورة دي ده مكان الأعصاب اللي نزل على الإيد واللعين يقولك بقى أنا بحس بتنميل أحس بسقعية أحس إن الصبع بتورم أحس بكهرباء بتنزل من فوق اللي تحت ده معنى إن الغضروف ده سعى العصب لازم تعالج لازم أنا يعرفت السبب لازم معالجه بنفس طريقة فيقولك أنا بحس إيدي ممكن بقى في الحالة الأصعب شوية إيده يحصل لها شلل ممكن مشيته تختلف إليك أنا بمشي بترنح وأنا ماشي من كتر ما الغضروف كبر وابتدى يدوس على الحبل الشوكي كمان كل دي أعراض للغضروف العنقي فطبعا ده أعراض مهم القطني بيصيب المنطقة اللي تحت فهتبص بده على الصورة دي المنطقة اللي هي رجل العيان ده بقى مكان عرق الناس الحتة الحمرة دي آه ألام الحمرة آه ده يعني وصف تفصيلي للعيان يقولك هو ده الوجع اللي بيجيلي أنا عندي ده لأن الغضروف القطني ده يسعى الأعصاب اللي عملة الضفيرة العصبية اللي نزلة على رجله أو المنطقة اللي فقيها الظهر يقولك أنا ضهري يمين وشمال منطقة الحزام بتبكي الستة تيجي تقولي أنا بحس أن الظهري مفصول نصيا ده جملة الأول وانا قبل مقسومة من الظهري مقسومة تقولي لها النظهري قولي لها زي طهريك مقسوم نصيا بعد شوية فعلا هو إحساس بيجي لهم ظهرها مقسوم نصيا وتقول لأهلها يقول لها مفيش حاجة سماكن لا هي فعلا حسب كده وكمان لو الغضروف ده الزيادة يبتدي العيان يجي له متحكمش في البول متحكمش في البراز زاد بقى الزيادة قوي يبقى في سقوط في الأدم ويبتري جر رجليه لعصب الحركة أه الحركة بقى لأنه ده شكل النساء وهو نازل على الرجل والغضروف ده يسعليه والعين بيجي يشتيجل وصف اللي انت حدك شايفه ده ساروخ في الرجل ساروخ كهرباء تنميل كرامبات كل الحركات اللي بتعملها الإحساس العين ممكن يشتيجي بيها بتنوحها بقى يعني كسقعية بتاعها العين بيجي نلجأ إلى التشخيص ايه ده والتشخيص بالتشخيص زي أي مرض في الدنيا نمره واحد الفحص أكلينيكي ناخد هستري من العين والتاريخ مرضي وصف الألم فين وابقى بدقيق جدا في وصف الألم يعني في نستخد تاريخ المرض ده بسهولي أنا بقعد مع العين شوية كتار يقول لي معيش يا دكتور الديني وقت أقول له خد وقتك من أول ما ابتدى المرض يحكين وصف المرض مهم جدا الألم فين ووصفه ودركته ويجي إزاي وروح إمت ده حتى مهم قوي نمره اتنين الاختباط اللي ممكن تتعمل تقدر تتني ضهره بطريقة معينة ترفع رجله بطريقة معينة تقدر تشخص بعد كده بقى رسم العصب أنا ممكن أعمل رسم عصب وأعرف العصب متأثر فين في جدره من فوق ولا متأثر مثلا من عند الصاق من عند الرجبة ولا في الإيد متأثر من عند الرزغ تقدر تفصل وبعد كده بقى الرنين هذه صورة رنين واضحة ميزة الرنين إنه بيبين الخلايا والتيشو أو كل التفاصيل بدقة يعني الغضريف اللي اللي فوق هي لون هابيد قلبها هابيد دي غضريف سليمة تماما تنزل الغضروف ما بين الفقرة الرابق الخامسة والقول العجوزية اللي سود ده خارج من مكانه ولونه سود الرنين هنا بقى دور رائع دور فضيع إنه يقدر يبين إيه اللي حصل بالزبط وفده من الحاجات القيمة جدا إنه إحنا نلجأ لها تقدم علاج مثل هذه المشكلات تقدم كبير ولذلك سؤالي عن الأحدث أحدث الطرق دلوقتي يعني طبعا التقليد إنه تتعمل جراحة أو علاج طبيعي أو أول في بعض الحالات في بعض الحالات ولكن الجراحة لها مشاكلة العين بيخاف عامل جراحة هط ماشرط في ظهري إنه أنا سمعت وفلان عملها وتشلس ماشرط في ظهري وفلان عملها والقلم رجع له أزيد وفعلا هي عملية مسهلة العين بعدها بيوعد ثلاثة أربع شهرين ثلاثة أربعة قاعد راقت في السرير ولبس حزام أو لو قالوا له في رقبة يبلبس رقبة دلوقتي طبعا أنا مشكلة الغضروف ده يسعى العصب طبعا أنا في أحدث بقى حاجة طالعة إنه أنا ممكن أوصل لقلب الغضروف بجهاز التبخير وده نوع من نوع أجهزة تردد حراري أقدر أوصل بإبرة تحت جهزة ده الجهاز ده الجهاز تبخير الغضروف نقدر نوصل بإبرة رفاعة جدا ونوصل جوة قلب الغضروف بدون منشيل الغضروف بدون منشيل الغلاف الخارجي اللي هو الباين بنفسك ده أنا بشتغل على النواة بتاعة الغضروف ده يحافظ على الاستابلتي السبات بتاعة الظهر ما يحتاجش واخد بنجة موضعي مفيش جرحي في رقابته لأن العملية دي بتتم بإبر بدون جراحة بدون مشرط العين صاحي يقعد يسمع معي أغاني في العملية ونقعد نتكلم ودي بقى أسلا شكل العملية والصور بتاعتها ونقعد يعني فعلا ده غضروف هنا قليلا ندخل الإبرة والراجل بيكلمنا والأهم بقى كمان بعد ما العملية بتخلص نص ساعة بقول له يلا قوم رواح البيت واليوم التالي يسوق عربية يمشي على رجله لا ده ممكن يسافر بلدهم لو كاي من بلد بعيدة تقدم تقدم رهيب 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 ودي مش تجار ودي مش تجارب الناس تقول لي بس انت هتجربوا فينا ده حاجات جديدة ده حاجات بقالها مثلا من عشرة لخمستاشر سنة موجودة في العالم كله منم الانفيزيب تكنيك أو اللي هو التدخلات محدودة التدخل متقدمة يعني في العالم كله وبقى كمان المنظمات العالمية موافعة عليها مش احنا مش بنقول هنجرب في العيان لا ده بتدرس في الجامعات وبند عليها مجسر ودكتوراه ومتحن الطلبة عليها حاجات بقت رسمي خلاص يعني ونتائجها واضحة زي الشمس والعيان بقى هو المستفيد الأول ان ما فيش جراحة حصلت له شال المشكلة شال الغضروف اللي ضغط على العصب وعالج العصب بالتردد حراري اللي هو الجهاز التاني اللي يقدر يعالج العصب ووسعنا له قناة العصبية اللي فيها مشكلة بدون جراحة اللي شوف ظهره ده جهاز تردد حراري اهو العيان يبقى قاعد يقولك انا مش متخيل لانا عملت عملية طبعا هو ده التقد هو ده التكنولوجي هو ده اللي المفروض الناس تسعى للجديد في كل حاجة ده إبرة التردد حراري على جدر العصب اللي لونه أصفر ده لأن الغضوف كان دايس عليه تلاقي العصب يهدى والقلم يخف والعيان يقول انا بقيت كويس جدا واحتاجتش جراحة ابتدت حتى كتين من الجراحين يقولك طبعا انا اعمل جراحة ليه وفي حالات لا تستدع جراحة اه ما جايبا فيها قلم شهد لك لا تستدع جراحة اه وبعدين بنقول يعني الكلمة إن علاج الألم هو حق من حق الإنسان طبعا اه لا ينبغي أن يترك مريط متعلق ده منظمات هو الإنسان يعني اليونسيف محطة إن لازم الألم هو نمر واحد من حقه هو الإنسان ما حنفعش بني آدم يتقلم لا ينبغي أن يتقلم فاشا لازم يتعليق الناس بتخاف من العلاج لأن اللي عليك صعب جراحة دلوقتي بقى سهل بقى تبقيش جراحة أنا أدخل إبرة والعين بقى كويس يعني ويخرج تاني يوم ممكن أروح شغلي بعد يومين آه أروح شغلك بعد يومين طب ممكن أقف في المطبخ واحدة سيدة قولي يعني ممكن أعمل أكل تاني يوم لا آه أقف في المطبخ أخش الحمام إزاي عادي أمشي على رجلك لا طبعا التقدم التقدم دوت له شرط مهم أولا توفر الإكويمنت والتدريب الترينينج طبعا بتاحها بياخد وقت ده رقم واحد رقم اتنين تحرك المريض في الوقت المناسب حتى يستفيد أقصى استفادة ممكن يتحرك في التوقيتات متأخرة شواء يستفيد لكن كل ما يتحرك مبكر هيستفيد بشكل أكبر آه طبعا يعني حداري بتقول فعلا محتاجها تدريب ونعلمها بنسميها كيرف أوف ليرنينج أو كيرف منحنة تعلم وأن المريض لما يروح لدكتور الدكتور بقى لازم يكون متمكن لأنه أنا هميني النتيجة أنا ممكن أعمل شهادة إبرة في ظهر العيان والعين وإلى أنا زي ما أنا يا دكتور أنا ما استفدتش هنا الإبرة مخطوطة فين إبرة دخلة تروح فين عند العيان وتوصل للمكان أو التارجت أو الهدف بتاعها إزاي بدون أي مشاكل للعيان هو ده قمة التعليم والهدف في النهائة العينية السفيد حركة مهمة جدا في عالم الإحساس اسمها ديفرجنت سينسيشن اللي أنا حيرت الألم وأجهدت العصب في لحظة تشريط عصب النقل للألم نفسه أجهد في لحظة يوم أو يومين ويرجع الألم تلك ومهندس جالي عنده سقوط في القدم الكامل لأن حد جاهل ده إنت مهند ستروح الواحد معه شراء ويكتب شرط له رجله في مكان العصب فقطع العصب يا حبرة طب إنت ما هو رجلك سقطت ويقول لي تقعالجني قال لي عصب العصب عصب عصب هنعالجه إزاي بقى فإعني أغلطات قاتل لا لا لازم نتاجه للطب الحديث مينما الانفازيف اللي هو الجراحات التدخلية المحدودة بدون جراحة خايف من جراحة لا خايف من التقدير الكلي العمليات دي بتتعمل ببنجة موضعي ومهدئ العمليات دي ما فيهاش جرح ما فيهاش غرص جراحية ما فيهاش غرص على جرح بعديها المريض بيمشي على طول طول العملية صاح بنتكلم ما فيهاش ألم في العملية بياخد بنجة زي دكتور السنان كده ما يشتغل في السنان احنا بنشتغل في الظهر او الرقبة العيان بعد العملية بساعة بيقوم يمشي على رجله ويروح البيت ويقف يعني يقول لك انا مش عيام يباد في المستشفى اقول له لا ما عنديش عيام يباد في المستشفى عملنا العملية نصف ساعة تروح البيت طب وانا في البيت عملي افضل رائد على السرير لا اتحرك وينزل ويمشي وسوق عربيتك وركب مواصلات لو بتركب مواصلات وروق عادي خالق هو ده التقدم هو ده اللي بيخلي الموضوع بأسهل نورتنا وكالعادة نخلتنا الى العالم الرحب العالم الممتع للتقدم التكنولوجي المصاحب بحلول انا بعتقد انه the most recent وانه العالم كله في فروع الطب المختلفة بيميل الى المنمال انفيزف في المناظر في عالم النساء والتوليد في الاصابات الموجودة سواء في الغضروف او في مشاكل الاعصاب في المنمال انفيزف لعلاج الالم في المنمال انفيزف تكنيكسي في التداخلات الخاصة بالامراض العيون بامراض والقلب والقلب طبعا حتى جراحات القلب في دلوقتي بيغيروا صمات من خلال الاسطرة نورتنا وكالعادة اظهرتنا الله يخبر وكالقيمة العالمية الكبيرة وسوبر سر عالم علاج الالم الاستاذ الدكتور هشام العزازي استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري بكل الطب جامعة عن شمس نور الدكتور خليكم دايما معنا نورتنا دكتور هشام دي الالي ثليت جماعة باتور شكرا